وراه يقوم في النمسا من النمسا وسوريا وصربيا يرتكبون 57 جريمة تسرقة في ليلة واحدة في فيهننا بسبب الملل اه تخيل طيب عندنا محكمة نمساوية تقضي بحكم مشروط ضد شاب سوري بتهمة التحرش الجنسي ومعانا في السياق نفسه السجن مع وقف التنفيذ ولسوري في النمسا هدد ابنته بالقتل دفاعا عن الشرف واخر هذه الاخبار اعتقال شاب سوري بعد اعتدائه بسكين على زميله في السكن في فيهننا طبعا بغض النظر عن ان احنا المشكلات دي بنجمعها حابب ان احنا نوضح للسادة المشاهدين تناولنا لهذه الاخبار هو عملية توضيح للحرص فقط مش للتشويه او للتشهير يعني حبيت اقول الجملة دي عشان لا نتهم باشياء غير دي الاخبار دي موجودة على صفحات الاخبار موجودة في النشرات الاخبارية كل ده موجود يعني الكورونا بتكتب والكورويل بتكتب والشتندر بتكتب كله طبعا طبعا وكل خبار يا سيد الكريم في التلفزيون وكل خبار مذكور على النمسا ميديا على انفوغرات كل خبار مذكور مصدره يعني ما في خبار نحنا جايبينه الوكالة الانباء النمساوية لا تتأخر ومعظم الاخبار نحنا بنحاول نستقيها من وكالة الانباء النمساوية بتكون اخبار معتدلة ما فيها تشدد ما فيها مبالغات مثل هويته وكورونا هويته وكورونا بيبالغوا كتير بالخبر خاصة متعلقة بالاجانب بالمهم نحنا بعيدا عن تفاصيل مورها يقول في النمساو سوريا والسربيا يرتكبون 57 جريمة سرقة في ليلة واحدة في فيينا بسببهم يا راجل يا راجل ايش هذا يا راجل والسن شوف لحظة السن ناشر سنة تلتاشر سنة ويقودهم واحد ستاشر سنة تخيل يعني تخيل مع الاسف الشديد شوف الفوضى محكم النمساوية تقضي تقضي بسجن بحكم مشروط ضد شاب سوري بتهمة التحرش الجنسي كمان نفس العمر عمره 18 سنة بتحرش بوحده عمره 14 سنة هاي المحكم اليوم هدا تازة هدا اليوم الجمعة هدا الكلام هاي بساعات الحكم طلع يعني بصراحة هادول هاي الشريحة من الأطفال من الشباب اللي من المراهقين الفلتانين بالشوارع اللي بدون رقيب بدون حسيب بدون كذا يعني شيء 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 مسيء بصراحة شيء مسيء للجالية السورية طبع وانت بتتعارض برضو نفس القانون يعني هما بيشتكوا من الموضوع ده هو القانون هما الوضعينه طبع وديك انت في الخبر الأخير وقف التنفيذ الراجل اللي كان بيحاول يحافظ على بنته يعني فيه اختلاطنا للعادات والتقاليد مع القانون يعني اليوم هالأسف هالأسبوع حافل بالأخبار متعلقة اعتقال شاب سوري بعدها دي دقوا بسكين على زميله في السكن في فين تفضل بقى يعني بصراحة والأب اللي أخذ تسعة تشهر في سالسبورغ والأب هذا كمان اللي حكمت محكمية ومسالله بالحبس مع وقف التنفيذ بعدها ان هدد ابنته بالقتل طبعا يعني هاي مسألة مع الأسف شيء مؤسف شيء مؤسف لما بصير قضايا من هذا النوع لأنه هي كانت تهرب من البيت أو بتقول له عم بتروح رحلات عم طلعت عم بتروح مع مدير شركتها وقصة وقصة وما حدا بيعرف بهالتفاصيل يعني أسرار موجودة ببيوتهم يعني شيء مؤسف أستاذ الكريم أستاذ الكريم صراحة يعني أخبار من هذا النوع تدل على أنه قديش إحنا مجتمعاتنا هشة قديش مجتمعاتنا فيها كتير مشاكل قديش فيها كتير قضايا وأمور صراحة لا بس انت بتصطدم بالقانون هنا بغض النظر بغض النظر بغض النظر يا سيد أنت عايز تطبع عداتك وتقاليدك بيستصدم بالقانون أنا عم بحكي على مجتمعاتنا الهشة اللي فعليا خلص يعني بغض النظر يعني حتى مع احترامي لمفهوم الشرف والتقاليد المجتمعية والتقاليد الدينية احترام للشيء ولكن هنا في قانون في حقوق بيقول لك الشخص متى ما صار عمره 16 سنة ما عاد حدا له معه يعني لا الام ولا الاب ولا اي احد بيقدر يفرض اي شيء على الابناء ولا البنت ولا اي شيء فبالتالي لازم يكون فيه هدوء لازم يكون فيه لغة حوار لازم يكون فيه لغة تفاهم لغة البلطجة لغة السيطرة لغة التسلط من الجميع على الجميع لن اسمي الابناء على الاباء او الاباء على الابناء او البنات طبعا لازم يكون فيه لغة تفاهم وحوار بين الجميع. لغة القوة هنا لا تنفع. لا تنفع ولا بأي حال من الأحوال. على سبيل وثال هذه القصة. السجمع وقف التنفيذي سوري في النبسة. هدد منه بالقدر اللي فعنا عن الشرف. طيب. حاول تأخذها شوي شوي. حاول تتفاهم معها شوي شوي. حاول تعمل بينك وبينها قواسم مشتركة قدر الإمكان. حاول أنه يكون في حل ما في وصول لنقاط تفاهم ما بينك وبينها وما تفوتوا وما توصلوا الأمور لهذا الموصل الكارثي. وتسيروا بالمحاكم. يعني حتى آخر شيء شوف في الخبر سيدي شو بقول. واعترف الرجل بتوجيه هذا وعبر عن أسفه مرة ذلك بأنه شعر بالغضب نتيجة قطع ابنته للعلاقة معه. ابنه طاعته للعلاقة معه. وحكم عليه بسجن ستة أشهر. والرغم من اعتذاره طالب الرجل في المحكمة بحق إسقاط ابنته من نسبة ومنعها من استخدام اسم العائلة لأن هذا الأمر غير ممكن قانونيا في النمسا وأنه لا يملك أي سلطة للتأثير عليها في هذا الشهد. يعني شوفوا الأمور لوين وصلت. إحنا بنقوله بالصلاحاتها بده يتبرم من بنته فعليا. عنده وجهة نظر ما. ما بعرف. صحيحة مو صحيحة ما بعرف. ولكن مع الأسف ما دي العادات والتقاليد يعني. بغض النظر بغض النظر سيد الكريم. يعني ما بتعرف قديش هو الحق معه. يعني بجوز هو الحق معه وبنته فعليا هي اللي موسيئة لإله. بجوز هو متشدد وبنته محاولة تتفاهم معه. هو مرضي يفهم. بجوز هذا هذا الطرح قائم وهذا الطرح قائم. نحن ما بنعرف شو صاير بصراحة. ما حدا بيعرف شو صاير. فبالتالي لازم لازم دائما تغليب لغة الحوار. لازم تغليب لغة الحوار بكل شكل بأي حال من الأحوال ما بيمشي الحال لغة العنف ولغة هذا من الجميع وحتى الأبناء والبنات والكذا اللي اللي فعليا صاروا شايفين حالهم يعني ما بعرف شو بنا نقوله بصراحة يعني. مستقبل مع حدا معين وبدوا يطلعوا عن العائلة وكذا. حاولوا تلاقوا الطريقة الصحيحة. حاولوا تلاقوا الطريقة المناسبة واللطيفة لحتى تتفاهموا مع عائلاتكم. ما يكون في هذه الحالة العنيفة من الانفكاك. هذا اللي احنا عما نقوله. فبالتالي سيد الكريم مجتمعات نهشة. على المستوى الاجتماعي على المستوى الديني. على المستوى السياسي. على كل المستويات العائلة العربية يا سيد الكريم بأثبتت أنها أحيانا كثيرة أوهن من بيت العنكبوت بصراحة طالب. هذا واقع. والقصص والطلاقات واللي عما نشوفه والانفصالات. يعني نتمنى أن يكون هناك نقص التقاء يعني. هذا اللي احنا ما نشوفه نعم. نقطة التقاء.